هنروح ليه فريق كرة اليد سيدات وكان عندنا مباراة مهمة مع نادي الشمس النادي الاهل بيحلق في الدوري المنتاز منفردا بدون ولا هزيمة كان عندنا مباراة مهمة مع نادي الشمس في نادي الشمس ومباراة يوم الجمعة لا خلينا الاول لا مايش احنا روحنا على كرة اليد سيدات طيب المباراة مع نادي الشمس وكانت المباراة دي مهمة جدا لانه احنا مخسرناش ورصيدنا 36 نقطة في الوقت النادي الزمالك مع نادي الشمس برصيدة 24 نقطة فنادي الشمس كان عايز يعطل مسيرتك والمباراة كمان كانت فيه نادي الشمس عاملعبه فكان مهم جدا ان نادي الشمس يفوز من وجهة نظر نادي الشمس ولكن النادي الاهلي استطاع ان يفوز الحمد لله 25-24 النتيجة close game جدا فزا ما حضراتكم شايفين المباراة كانت صعبة وخارج ملعبنا وستطعنا نفوز وأكدنا الريادة طيب كل ده مهم للأسف كل ده مش مهم لان احنا بعد كده هنطلع على أدوار الناعية هتطلع بفرق كل ده هيروح ويبقى فرق نقطة أو نقطة أو نص أو نقطتين يعني هنرجع من البداية تاني ولكن مهم جدا زي ما كنت بتكلم مع فريق العمل قبل الإعداد مع فريق العمل قبل ما نعد للحلقة ان مهم جدا ان انت تقيس انت فيه وطبعا كابتن محمد عديل زولة المدير الفني فاهم الكلام ده انت مش محتاج تستنى كابتن محمد عديل زولة تبتكى طبعا العوض يعني كابتن عواض أشف عواض النجم مصر في الجيل الزهبي دول الجهاز الفني انا عايز اقول انه انت مش محتاج تستنى الفاينالز عشان تشوف نفسك انت من النهاردة بحتاج تشوف نفسك فين فالنهاردة 36 نقطة وبيجي وراك اقرب المنفسين 24 نقطة لا الحمد لله انت بتأكد على يعني تفوقك بس المهم في الموضوع ده الإصابات دايما هي بوع بوع وكبوس أي مدرب الإصابات ان انت ممكن يغيب عنك اثنين تلاتة شوفنا ناصر عيد عدمالك السنة اللي فاتت إصابتين في وقت مهم جدا وفقدنا جهدها ولكن لحية الفريق بشكل كبير ولكن النهاردة انت محتاج ربنا للكرت اليد لعبة صعبة فانت محتاج دايما تحافظ على عدتك عشان تعدي بيهم بر الأمان كل التوفيق طبعا على هذا الفريق طبعا من فترة قبل المطش دايك فريقنا كان كذبان الجمعة اللي فاتت نادي الطيران وبنتيجة برضو كويسة 32-28 عشان يأكد صدرتو بس زي ما حضركم شايفين نتائج كلها قريبة مهم جدا جدا انت زي ما بيقولوا بلغة الرياضة تركب نفسيا على الفرقة التانية عشان لما تيجي في الجد تكون مرتاح ودي السياسة الحقيقة اللي بيكسب المكسب بيجيب مكسب ولكن بعد الشر الخسارة بيجيب خسارة زي ما قلنا دايما حتى في كورة القدم اللي بيضيع بيستقبل انما اللي بيكسب وبيسجل هو اللي دايما بيستمر هذا القطار محدش بيقدر يوقفه